اه اني طالب كلية وفعرفت كباية ويعبي كلية زيان فرايدها على اسمت الله ورسوله طيب بس اهلا يعني معارضين واكثر من رحتي له معارضين ليش معارضين بدون سبب يعني اني يعني رجال موظف وما عنده اي مشكلة يعني مثلا ربما الابي ربما الاب ربما الاب يريد انطيها الولد اخوتها وخواتها والام تريد انطيها الولد اخوتها وخواتها مثلا لان هنالك مجتمعات قبلية يقول لك ما انطبراتها الغريب انا عشيت حشيت بيه واردها فقال لي انه يعني عده وارد عام وكذا بس بنفس الوقت انه انا تأكدت انه محذر عيدها وكذا بس انا مريد ينطينها يعني بدون سبب اي بدون سبب فاني قد ذي انه رتفى لك انه يقدر اكفى ادعاء في شيء انه فدايا القرآنية محددة لهذا شيء يعني تتسهل طيب سأجيبك وارسل الرسالة الى ابيها لعلها لعل عسى ان يكون ممن يتابعون برنامجنا الاخ الذي تعرف على طالبه ويريد الزواج بها واهلها رفضوه بغير سبب سوى العادات العشائرية يريدونها لأقاربها مع انه موظف اذا كنت مرضيا في دينك وفي خلقك واعتذر يعني لا اقصد القدح بدينك ولا بخلقك انت ان شاء الله ما دام تتصل لتعرف الحلال والحرام فانت ان شاء الله ذو دين وخلق لكن بصورة عامة الرجل اذا تقدم ابنته ذو دين وذو خلق لماذا يرده لانه يريدها لأعمامه اسألكم سؤالا هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة واحدا بني هاشم لم يتزوج مرأة بني هاشم يعني اقرب امرأة اليه من جهة الاب هي رملة بنت ابي سفيان من اعمامه بني عبد مناط ابو سفيان هو اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث بني عبد مناط الباقيات يعني بعضهن من قريش وبعضهن من غير قريش بعضهن حتى من الاعاجم صفية بدحيي من قريضة ومارية من الاقباط من مصر يعني هناك غريبات جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصية لاهل البنت جاء رجل ومرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تقدم لابنتنا رجل غني واخر فقير فلمن نزوجها يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هواها مع من او هي تحب من لم ينظر الى مسألة الغنى والفقر ولم ينظر الى ولم يسألهم ايهما قريب او الاخر بعيد وغريب فقال رجل هوانا مع الغني كأنما اجاب من ناحية ثانية هو قال هواها من نبي صلى الله عليه وسلم قال هواها مع من قال هوانا مع الغني يا رسول الله ثم اعاد رسول الله هواها هي لا اسألك عنك لست انت الذي ستعيش معها قال تحب الفقير فقال صلى الله عليه وسلم لا ارى للمتحبين الا الزواج او قال الا النكاح اذا فاذا كان هناك تحابب بين رجل والمرأة لا اقول ان هذا يعني اقامة علاقات الحب في القلب ليس فيه مشكلة لكن اذا الحب ادى الى علاقات بالهاتف وكذا هذا سيحصل فيه مشكلة بلا شك لكن يعني اقصد مشكلة شرعية لكن حيث هو في القلب ليس فيه مشكلة لذلك فاقول لكم اتقوا الله في ابنتكم اذا كان هناك رضا منها وليس فيه هذا الرجل المتقدم ما يعاب في دينه ولا في خلقه ولا في سمعته وحتى عنده امكانية مادية رجل موظف فلماذا تمنعونه اتقوا الله في بناتكم يعني سيدنا شعيب عليه السلام لما رأى الكفاءة في موسى عليه السلام قال اني اريد ان يكيحك احد ابنتي هاتين هو بادر لانه وجد الدين والخلق في سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو بادر ادنا مثل بالعراق يقول زوج شون اخطب البنتك ولا تخطب لابنك بمعنى اختر لها الكفاء احنا نعتبرها المساء العيب وكثير من المساء اللي هي حقا عيب في كثير من المجتمعات ما شوهم عيب زين اما بالنسبة لك هو لا يوجد دعاء خاص بهذا الامر لكن يمكنك ان تدعو بادعية التيسير مثل قراءة الم نشرح باستمرار لان فيها فانما العسر يسرا انما العسر يسرا وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقوله دائما في مقدمة البرنامج اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزد اذا شئت سهلا يعني هذا الدعاء ايضا للتيسير وهو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ان تدعو الله في مواضع الاجابة مثل السجود مثل اخر ساعة من الجمعة بعد السجود تدعو في اخر ساعة من الجمعة ايضا من مواضع استجابة الدعاء كذلك عندما تقوم بخدمة لصاحبك تقوم بخدمة لأي انسان مسلم تعينه لان في تلك اللحظة سيكون الله معك الله يقول او النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه عندما تعين ما كان هنا ما ظرفية زمانية يعني في زمان اعانتك لاخيك سيكون الله عون لك في ذلك الزمن فادعو الله راح تقول شون عاون تلقى فقير وانطي فلوس واضح اثنى اعانتك لهذا الفقير او اثنى معاونتك لانسان يحتاج معاونتك اثنى هذا الامر ادعو هذا من مواضع اجابة الدعاء كذلك عند ذكر الله اذكر 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 ثم اقطع الذكر وادعو ثم استمر بالذكر لان الله تعالى جليس من ذكره يعني هذه وامثالها مواضع الدعاء